رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لإعلعاب القوى أسمى آيات التهاني والتبركات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية في يومي 16 و 17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسسة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة آل خليفة طيب الله ثراه ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية والذكرى الخامسة والأربعين انضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى السابعة عشر لتسلم عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم مؤكدا سموه أن المملكة في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى شهدت نقلات نوعية في شتى المجالات ساهمت في استمرار مسيرة البناء والنماء في بلدنا العزيز كما وهنأ سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السموه الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السموه الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة العظيمة على قلوب الجميع موضحا سموه أن الحكومة الموقرة قد استطاعت بجهودها المتميزة أن تترجم رؤى وتوجهات جلالة الملك المفدى عبر تنفيذها للمشاريع التنموية والتي ساهمت في تقدم وازدهار المملكة وقال سموه نهنئ القيادة الرشيدة والشعب البحريني بهذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا والتي نستذكر فيها اللحمة الوطنية بين القيادة والشعب والمنجزات الحضارية التي تحققت في العهد الزاهر لعاهل البلاد مفدى يده الله والذي كان له الفضل فيما وصلت إليه البحرين من تطور وتقدم على جميع الأصعدة والذي انعكس بدوره على النهوض بالقطاع الشبابي ورياضي بالمملكة مما ساهم في تحقيق البحرين العديد من النتائج المشرفة والإنجازات المختلف المحافل والبطولات الرياضية العالمية أبرزها حصوله على الميدالية الذهبية بدورة العلعاب الأولمبية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في غسطس من العام الحالي وأوضح اسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن للسواعد البحرينية الشابة بصمات واضحة في مسيرة الخير والعطاء مستشهدا سموه في ذلك بالجهود الكبيرة التي يبدلها أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للنهوض بالحركتين الشبابية والرياضية بالمملكة عبر الاستراتيجية التطويرية التي رسمها سموه والتي وضع من خلالها خارطة الطريق نحو بلوغ الأهداف نماء وتطور مختلف الرياضات تصبح بها البحرين علامة متطورة في هذا القطاع على المستوى الدولي دعي سموه الله العالي القدير أن يديم على البحرين نعمة الأمن والأمان وأن يتحقق لها مزيدا من رفعتي والتطور والتقدم